نحن اليوم عندنا موضة شوية مؤلمة وتحتاج ولها الحقيقة مبرراتها لكن يعني دعنا ننظر إليها من زوايا كثيرة وهي أنه أحيانا قد تزج الفتاة في تخصصات لا تناسب طبيعتها ولا فطرتها ولا المخرج النهائي الذي ستخرج به من هذه الشهادة فكلما حرصنا في الجانب العلمي على شيء ما يناسب ميولها ليس فقط يناسب ميولها لأنه أحيانا قد يكون هذا الميول قاتل نحن لا نريد فتاها مزاحمة للمهندسين على الأبراج وغيرها تمام؟ يعني فيه فرق بين إنسان يتخرج مهندسة معمارية وأقصد أنها ستنزل للميدان وتحتك بالناس ونحو ذلك ولديها أن تكون ممكن معلمة ومربية طبيبة أجيال وطبيبة نساء وغيرها فكلما كان التخصص مناسبا لطبيعتها مناسبا لظروفها مناسبا لفطرتها مناسبا لحياتها المستقبلية فهي ستكون زوجة وستكون أم أيضا فالتوازن بين هذه وهذه لا شك أنه من الأهمية بمكان الحقيقة يعني قضية التخصص قضية مقلقة لأن الناس ربطوا التخصص التخصص بسوق العمل صح وأحيانا سوق العمال ليس سوقا نظيفا بالكلية صح ونحن قد نجعل هذا التخصص يدفع هذه البنت إلى بيئة غير مناسبة وغير جيدة ثم هذا الأب لا يدري عن ابنته نعم نحن نثق ببناتنا وفيهم من الخير الشيء الكثير لكن المماثة للأشياء والمخالطة تذهب إحساسا كثيرا وحساسية كثيرة تجاه بعض المنكرات التي كانت منكرات من قبل لكن مماثتها لمثل هذه الأشياء خففت من وطأة مثل هذه الأمور لهذا أنا أتصور أنه من المسؤولية الشرعية على الآباء وعلى الأسر هو حسن اختيار التخصص المناسب لهذه الفتاة مع الحرص على العلوم التي تبني هذه الفتاة لكي تؤدي رسالتها الحقيقية في بناء الأمة هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية